النهاردة الحمد لله تلتمية سبعة وخمسين منطقة غير أمنة تم تطويرها بالكامل بتلتمية ألف وحدة طورناها وديناها بديل لناس كانت سكنة أقل وصف ليهم في أماكن غير أدمية على الإطلاق الحمد لله النهاردة مع كل هذه البرامج اللي بقينا بننفذها في كل حتة المستوى بهذا الشكل إنما إحنا مش فقط بنبني إسكان إحنا بنطور العمران اللي كانت هالك ونهار المنطقة اللي وراء صور مجرى العيون منطقة بحيرة عين الصيرة وبحيرة الفستات دي كانت أنا آسف كانت مجمع مخلفات وقمامة القاهرة البحيرات دي كان معروف كانت شكلها عامل ازاي النهاردة الحمد لله هذا هو الشكل اللي بنشتغل عليه الميادين بتاعت كل مدن مصر والعمران والعمارة ذات الطابع والتراث ازاي بنحافز عليها وبنرممها قاهرة الإسلامية القاهرة الخدوية كل منطقة من دي بنشتغل عليها علشان نطور هذه المناطق كل دي صور النهاردة من الشغل اللي بتعمل جوه هذه المناطق سينة وانا يقس فاقول يعني كانت دايما كل احتفالياتنا بسينة ان ييجي يوم 25 ابريل نعمل مجموعة اغاني ونعرض الافلام اللي بتتكلم على تحرير سينة ونقول مخطط تنمية سينة انا مش بقلل من حجم ماك تم عمله قبل كده اتعملت محاولات بعض المشروعات اللي اتوضعت اسوسها ولكن ما فيش اي حاجة كانت الحية بمنتهى الامانة نقدر نقول عليها مشروع بقى قائم وبيشتغل ما تم عمله في سينة في خلال التسع سنوات دول واحنا بنحرب الارهاب في شمال سينة بكل المقاييس عمره متعمل في تاريخ الدولة المصرية بنتكلم على تنمية كاملة في كل حتة في سينة انفقنا ستمية وعشة مليار جنيه والسيد الرئيس مؤخرا وجه باطلاق خطة اخرى ان شاء الله حنعلن عنها في خلال الاسابيع القليلة جدا القادمة لتركيز على تنمية شمال ووسط سينة باستثمارات حتى تجاوز تلتمية مليار جنيه كل هذا علشان نربوت ازاي سينة وتبقى جزء اصيل من الوطن ويبقى كل التنمية اللي بتحصل في مصر زيها واكتر في شبه جزيرة سيناء المحور التاني بنية تحتية متطورة جاذبة للاستثمارات الامم المتحدة بتقول ان البنية التحتية هي مقياس لمكانات الدولة على المستوى العالمي وامكانياتها الجاذب اي استثمارات من غير بنية تحتية مش هيبقى عندك اي فرصة انك تجزب استثمارات اشتركوا في القناة